الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله السجود ركن من أركان الصلاة ركن والركن إذا سقطت في الصلاة سقطت الصلاة وتكون باطلة فهذه ثمانية أخطاء في السجود منها ما يبطل الصلاة وسأبينه من ذلك السجود السريع هذا مبطل الصلاة لأنه لم يطمئن في صلاته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقر الصلاة أو ينقر السجود كما ينقر الغراب الدم هذا مبطل الصلاة لأنه ما في أطمئنهم ومنها رفع عظم أعضاء السجود يعني لو أنه رفع يد واحدة وهو ساجد أو يدين أو رجل واحدة وهو ساجد أو رجلين ولم يرجعهم خلال السجود ورفع تقدر الصلاة باطلة تبطل ركعة ثم تبطل الصلاة هكذا قال الإمام العثيمين رحمه الله واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على سبعة أعظم ومنها لسق اليدين في الجنبين السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجافي بين يدي يباعد بينهما حتى يشفق عليها الصحابة كذلك مباعدة الرجلين حال السجود المسألة في خلاف بين أهل العلم قال الإمام العثيمين رحمه الله والسنة أن يلسقوا قدميه لحديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فوقعت يدها على بطن قدميه وهو ساجد وهو ساجد وعلم من ذلك من كلامها أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد راس قدميه لازق قدميه بعضهما مع بعض هذا هو الأقرب للسنة وهذا هو دليل لسق القدمين مع بعضهم وبعض في السجود كذلك التحديد بعضهم إذا أراد أن يسجد يسجدوا كالنقوش هذا من أخطاء السجود ويسميه أهل العلم التحديب كذلك مد الظهر مبالغا فيه يمد ظهره كأنه منبطح يسجدوا سجودا طبيعيا لا يبالغ في ذلك كذلك عدم تمكين راحة اليدين من الأرض فيسجد على أطراف أصابع يديه أو يقبضهم وهو ساجد كما نرى من بعض الشباب ومن بعض الجهال لا يسجدوا يبسطوا راحة يديه ويمكنوا ما على الأرض هكذا السنة البعض يقول سبحانك ربي الأعلى الكاف هذه لم ترد في السنة وأنما السنة تقول سبحان ربي الأعلى أو تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده هذه هي السنة أسأل الله سبحانه وتعالى إن فعلنا وإياكم وقلنا وصل اللهم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر